خلينا نروح للبحث والدراسة اللي بيكون معنا طبعا باستمرار بنحاول ان احنا نستعرض مع حضراتكو كان فيه تقرير واتنشر في مجلة من المجلات الخاصة بالامور الطبية بيقول ان بعد بلوخ سن التقاعد بيفترض ان الاشخاص بيقضوا وقت اكبر مع الاحباء والاسترخاء ورفع الاثقال حسب ما الدراسة بتقول خاصة ان وظيفة العضلات الهيكلية بتتراجع ومؤلف الدراسة الرئيسي قال ان الطالب وهو طالب دكتوراه بمعهد طب الرياضي في مستشفى بكوبنهاجن قال بان الدنمارك او عفوا في الدنمارك قال ان اذا مرست تمارين القوة في السن دي اللي هي ما بعد تقاعد فتستمر فوائدها لسنوات عدة ده طبعا بهدف ان يكون فيه تحقق والتأكيد بان كانت برامج تمارين القوة ممكن انها تكون مفيدة على المدى الطويل الباحثين اجروا تجربة لمرأبة 369 من البالغين الاصحاء المتقاعدين في سن حديثة او يعني مؤخرا تقاعدوا مؤخرا بتتراح اعمارهم ما بين 64 ل75 سنة دي كانت الدراسة اللي تم تطبيق الدراسة بخصوصهم يعني هنا بنكلم ان مسألة رفع الافقال يعني مثلا اللي هو رفع الاحمال بتكون مفيدة على المدى الطويل عشان العضلات لان الناس مع قلة الحركة لما بتكبر في السن مع قلة الحركة الكتلة العضلية عندها بتقل وعموما يعني حتى اللي بيتمرن في جيم وبعدين فجأة يريح كده فهي القتلة العضلية عنده بتتحول الى دهون وبالتالي يعني ممارسة الرياضة حتى ليه كبار السن شيء مهم ومفيد لهم على الناحية الصحية والنفسية كمان تم تعيين المشاركين في واحد من ثلاث برامج تمرين لمدة عام وقالت الدراسة انهم اما رفعوا الافقال ثلاث مرات اسبوعيا وقاموا بتمرين متوسطة الشدة باستخدام وزن الجسم واشرطة المقاومة ثلاث مرات في الاسبوع او لم يغيروا روتين تمرينهم المعتادة بحسب الدراسة ام الباحثون بقياس قوة العضام والعضلات وكذلك مستويات الدهون بالجسم في بداية التجربة وفي نهاية البرنامج الممتد لسنة ثم بعد عامين واربعة اعوام كان الامر متروك للافراد فيما اذا كانوا سيواصلون نظام تدريب القوة الخاص بهم او بيعودوا لمستوى تمرينهم الطبيعي الدراسة اظهرت ان تمرين القوة من الاحمال الثقيلة حق اكبر فائدة طويلة الامد في قوة الساق اشتركوا في القناة